قربنا نقفل 8 شهور من العدوان الصهيوني على غزة والواضح ان الاحتلال عاوز يدخلنا في حرب تانية خالص بسبب غزو والرفح وفي مقابل ده والغاية دلوقتي واضح ان ما فيش اي نية عند الدول العربية الكبيرة لضغط حقيقي على الاحتلال مع ان في مصالح كبيرة بينه وبينه ما بين مصالح موجودة فعلا ومصالح هي عاوزة تحققها في المستر ليه الدول العربية المهمة مش قادرة تضغط على الاحتلال وهتخسر ايه بسبب عجزها على انضغط عليه خلونا نشوف زمان واحنا زوارين لما كان بيحصل حدث كبير يخص القضية الفلسطينية زي انتفاضة 87 او انتفاضة 2000 كان بيبقى فيه سؤال مطبوح وهو ازاي كل الدول العربية دي مش قادرة تعمل حاجة لفلسطين تنقذها من المدابح الصهيونية المتكررة اللي اسرائيل بتعملها وهي حط بطنها بطيخة صيفي ومطمنة خالص وبشوية فهم او تحليل للموقف العربي كنا بيكتشف ان خنايات العرب مع بعض كانت اخطر من الاحتلال نفسه لان الدول العربية الرئيسية اللي كانت بتعلن انها مهتمة بالوضع في فلسطين كانت مقسومة نص صين نص بيقول انه ضد الاحتلال زي العراق وسوريا وليبيا ومعهم الميليشيات اللي بتمارس المقاومة زي حزب الله في لبنان ومع الوقت بقى واضح ان المحور ده تشايف ان الخطر الاكبر هو المواطن العربي اللي بيطالب بحقه عشان كده واحد زي بشر الاسد اللي اسرائيل بتخش تهزقه على ارضه كل شوية بيرد عليها ببراميل متفجرة يقصف بيها المواطنين السوريين في مقابل الدول دي اتشكل محور من مجموعة دول ما عندهاش مشكلة من حس المبدأ في التطبيع مع الاحتلال بس بتقول ان ده مشروط بحل القضية الفلسطينية وده زي ما انت شايف كده مصطلح مطاط جدا وما تفهمش ايه المقصود بي بالزبط الدول دي بعد شوية بقى اسمها اعلاميا دول الاعتدال العربي ومقصود بيها مصر والسعودية والاردن والامارات ومعهم اغلب دول الخليج التانية بل ان زي ما هو معروف يعني في دول من دي عملت معاهدات وعلاقات مع الاحتلال زي مصر والاردن وبعدهم بسنين دول تانية عملت معاهدات سموها معاهدات السلام الابراهيمي زي الامارات والبحرين ومعهم المغرب وفي دولة تانية من المجموعة دي هي السعودية واقفة في الطابور مستنية دورها في التطبيع مع اسرائيل وبالفعل كانت على وشك انها تخلص الموضوع لولا ان العدوان الصهيوني على غزة بدأ من يوم 7 اكتوبر دول الاعتدالية الواقع بيقول ان عندها حاجات كان ممكن تستغلها بجد للضغط على الاحتلال لو هي عاوزة عشان توقف العدوان اولها انها دول لسه متمسكة وقوية مزاي الدول اللي كانت بتزعم انها ضد الاحتلال زي العراق اللي احتلته امريكا بمساعدة ايران ومن ساعتها وهو زي ما احنا شايفين او زي سوريا اللي نظامها قرر ان الحرب مع شعبه اولى من اي حاجة تانية وبالتالي البلد فعليا اتأسمت وفضل منها حيثة ملهاش دوع بعض تاني حاجة هي ان دول الاعتدال دي دول كبيرة ومهم زي مصر وبالتالي موقفها مهم وهيأثر ده لو نظامها قرر ياخد موقف محترم او زي السعودية اللي هي كمان قوة اقتصادية وفيها الحرامين وبالتالي الاحتلال محتاجها وعشان كده بيسعى للتطبيع معاه او زي الاردن اللي هي جزء من القضية الفلسطينية لانها المفروضة على الورق بتشرف على القدس واجزاء من الضفة الغربية بس رغم كل ده دول الاعتدال عبارة عن صفر كبير على الشمال ولا قادرة تعمل اي حاجة ولا عاوزة اصلا وعجزها ده بيضرها هي قبل اي حد لانه اولا بيخليها اول دول في خانة الاتهام مع كل ضربة بيوجهها الاحتلال لأهلنا في فلسطين وسانيا بيخليها هي اللي هتدفع تمن انتصار اسرائيل في المعركة الحالية لو حصل وانتصرت وده الان ببساطة الخصم الرئيسي لأغلب دول الاعتدال دي هو ايران وايران زي ما كل عارف هي اكبر داعم للمقاومة الفلسطينية زي حماس والجهات والاتنين دول هم اللي بيحاربوا الاحتلال في غزة دلوقتي ده غير ان ايران هي الام والاب بتوع حزب الله اللبناني اللي برضو مستبك مع الاحتلال في جنوب لبنان وهي اللي وراء الحوثيين في اليمن اللي رغم انهم انقلبوا على الثورة هناك وعلى الديمقراطية اللي انهم كسبوا مكاسب سياسية واعلامية خيالية نتيجة عملياتهم في باب المندب ضد الصفن اللي رايحة اوجاية من الاحتلال بل اين في نظرية عند محللين كتير بتقول ان اصلا من اسباب هجوم حماس على الاحتلال في السبع اكتوبر احياء القضية الفلسطينية اللي كانت بتنتهي بسبب التقارب والتطبيع بين السعودية واسرائيل نتيجة كل ده كافة ايران بقت اعلى وايا كانت نتيجة العدوان الصهوين على الغزة في ايران وكل حلفائها هم اللي هخرجوا كسبانين نتيجة انحيازهم للمقاومة يعني لقدر الله وده غريبا مش هيحصل حسب الاوضاع على الارض لو اسرائيل حققت اهدافها هتطلع ايران وحلفائها كسبانين سياسيا واعلاميا لانه هم اللي قاومه ولو حصل اي نتيجة تانية غير دي هتبقى مكسب للمقاومة حتى مجرد انتهاء الحرب ووقف اطلاق النار وبالتالي برضو هتكون ايران وحلفائها هم الكسبانين لانه هم اللي قاومه وهنا اول غلطة او اول جريمة بمعنى اصح لدول الاعتدالي وهي ان بصلتها انحرفت من زمان واعتبرت ان ايران هي العدو الرئيسي لها مش الاحتلال مع ان ايران اصلا بتزايد عليهم بورقة فلسطين يعني بتوع الاعتدال لو كانوا وقفوا بجد مع فلسطين ما كانتش ايران هتركب بالشكل ده ونتيجة الخلل الفكري والسياسي ده اللي هو اعتبر ان ايران هي الخطر الرئيسي مش الاحتلال دول الاعتدال دي هي دايما جزء من خطط امريكا والغرب واسرائيل في المنطقة ودايما بتدخل في حوارات وتحالفات هدفها ايران مش انقاذ فلسطين او حتى تحقيق توازن قوة مع اسرائيل وطبعا هي بتدخل الحاجات دي بدعم من امريكا وبهدف رضا امريكا لان امريكا هي اللي مدورة الليلة دي كلها بس رغم كده دول الاعتدال دي بتخسر واحدة خسارة هي خسارة السعودية والامارات في اليمن ضد الحوثيين بعد ما عملوا تحالف عربي ضدهم في 2015 وعلى اساس التحالف ده دخلوا حرب ضد الحوثيين وإيران الحرب دي الطيران السعودي والاماراتي قتل فيها من المدنيين اليمنين اكتر ما قتل من الحوثيين وشرد بسببها عشرات الاف اليمنين برضه وفي الاخر التحالف السعودي الاماراتي اتهزم والخسارة الاكبر كانت من نصيب بن سلمان اللي جاري ورا الحوثيين واتحايل عليهم عشان يتفوضوا وفي الاخر السنة اللي فاتت عملوا اتفاق دايم لوقف اطلاق النار وبكده الحوثيين فضلوا مسيطرين على اليمن وبقى هما النظام الرسمي هناك وبكده انتصار الحوثيين في اليمن بقى انتصار جديد لإيران ضد دول الاعتدال بعد سيطارة ميليشياتها على العراء وقاب لها النفوذ الكبير لحزب الله في لبنان بس النتيجة الاخطر لده هي استمرار تراجع القضية الفلسطينية على اجندة دول الاعتدال دي والمشكلة ان دول الاعتدال ما تعلمتش اي درس من دروس التاريخ من ساعة ما قررت تنحاز لامريكا وتقرر انها تتصالح مع اسرائيل على حساب فلسطين لان سنة 2002 كان فيه هزيمة تانية سببها ان اسرائيل فهمت اللعبة وفهمت ان اللي بيحرك دول الاعتدال هو الخوف من ايران مش الرغبة في حل القضية فلسطينية الهزيمة دي هي رفض اسرائيل للمبادرة العربية اللي قدمتها السعودية برضو في قمة عربية تعملت في بيرون وكانت المبادرة بتنص على ان الدول العربية تعمل سلام وتطبيع شامل مع الاحتلال اذا اسرائيل وفقت على اقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67 يعني على الاراضي الفلسطينية اللي ما كانتش محتلة لغاية يوم 4 يونيو 67 اسرائيل من ساعتها وهي بتماطل وبترفض حل الدولة الفلسطينية اللي هو بيسموه حل الدولتين على اساس يعني ان كده هيبقى فيه دولة فلسطينية جنب كان الاحتلال اسرائيل كانت بترفض الحل ده بحجة ان قيام دولة فلسطينية خطر عليها لان اذا كانت المقاومة نصيطة رغم عدم وجود دولة فما بقى لك بقى لو اتعمل الفلسطينيين كيان سياسي هنا بقى دول اللي اعتدال قالتوا ماله انه تنازل تاني وبعض الدول دي قلت لك خلاص تبقى الدولة الفلسطينية دي منزوعة السلاح عشان ما تعملش قلق للاحتلال وقدموا التنازل ده على اساس يعني ان بكده هما بيبطلوا حجة اسرائيل وخوفها من سلاح المقاومة النقطة بقى ان رغم التنازلات دي كلها الغرب ساب الخليج مرعوب من الخطر الايراني ورح هو متفاوض مع ايران عشان برنامجها النووي وخصومة الغرب نفسه مع ايران بقى بتقل مع الوقت وفي عز ما كانت السعودية موحولة في اليمن ضد الحوثيين امريكا والغرب وقعوا الاتفاق النووي مع ايران في 2015 وبالاتفاق ده بقى فيه اعتراف بايران ونفوزها في المنطقة وده كان خزوق لدول الاعتدال يبقى كده ايران داخلت جامعية بنفرين الاول هو اتفاقها النووي مع الغرب والتاني هو علاقتها بالمقاومة هنا اي حد عائل هيقول طب ليه دول الاعتدال دي ما تقربش من المقاومة على اساس انها تنافس ايران على الورقة دي وده مستحيل لان دول الاعتدال دي اصلا رافضة لفكرة المقاومة وبتكره حركات المقاومة وشايفة ان كفاية بقى حروب ودوشة اللي عملوا القصف وكل اللي قتلهم من اهلنا الفلسطينيين القمة العربية اللي اتعملت في السعودية في نوفمبر اللي فات قالت في كل البيانات والتصريحات اللي طلعت منها ان سلطة ابو مازن اللي قاعد متحاصر وساكت في رمالة وكان اللي بيحصل في غزة ده ما يخصهوش هي السلطة الممثلة للشعب الفلسطيني وما جابتش سيرة حماس ولا غيرها من حركات المقاومة لا بخير ولا بشر بل انها ما تكلمتش عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة واللي دحك ان بعد 22 سنة من المبادرة العربية اللي رفضتها اسرائيل قمة السعودية طرحتها من تاني نقل موقف القادة الى المجتمع الدولي والاسراع والتعجيل بانهاء هذه الحرب ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة وفي الضفة الغربية والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي في نتاجها الى قيام الدولة الفلسطينية ذات سيادة على اراضيها ضمن المبادرة العربية للسلام نتيجة الانفصال ده عن الواقع الاعدوان الصهيوني مستمر والمقاومة برضو مستمر وبالتالي برضو ايران هي اللي بتكسم لان هي اللي عندها موقف معلن من دعم المقاومة المشكلة ان دول الاعتدال دي مش فهم ان هي اللي هتحاسب على كل المشاريع بمجرد ما الحرب تقف لأي سبب وبأي شكل يعني مثلا نتيجة المأساة الانسانية في غزة فاللوم كله متوجه للدول دي لانها يا ام هي الدول اللي عندها حدود مع غزة زي مصر او ان هي الدول اللي معها فلوس زي دول خليج وبالتالي هي الدول اللي لازم تتحرك عشان تنهي المأساة دي اللوم اللي على الدول دي وصاد العرب والمسلمين عن الكارثة الانسانية في غزة لسه هيزيد بعد ما الحرب تقف في اي وقت لان وقتها هيظهر الحجم الحقيقي للمصيبة اللي يقص في الاحتلال عملها بلان ممكن جدا الدول دي تحصل فيها اضطرابات داخلية بسبب الوضع الانساني في غزة وبالفعل بدأت تحصل اضطرابات في بعضها وبنتكلم عن الاردن تحديدا اللي نصي سكانها تقريبا من اصول في الاصطيني وعشان كده خرج فيها مظاهرة كبيرة ضد العدوان الصهيوني والامن الاردني قامعها بوحشية والاول مرة تم الاعتداء على ستات مع ان المجتمع الاردني مجتمع قبلي وعشائري ودي مسألة خطيرة بالنسبة لي وطبعا الكلام عن تهاجير اهل غزة لسه ما انتهاش بشكل كامل حتى لو دول الاعتدال دي بتعلن كل شوية رفضها للتهاجير لان اللي من دول فيه عدوان على رفح وده رجع تاني الخوف من التهاجير التهاجير ده خطر على مصر والاردن وبالتالي هيكون عبق على حلافائهم من دول الاعتدال العربي كلها اللي اخطر من كل ده ان لو اسرائيل حققت اللي هي عوزاها من الحرب ده هيكون انتهاء لحلم الحل السلمي للقضية الفلسطينية وده هيدي ورقة جديدة لايران والمقاوم يعني هيكون خسارة جديدة لدول الاعتدال نزوح لأهل الضفة زي ما حكومة المتطرفين في اسرائيل حاليا عاوزة واللي هيتهجروا من الضفة الغربية ما لهمش مكان يروحولوا غير الاردن وحتى لو يعني زي ما بعض السيناريوهات بتقول ان لو اسرائيل حققت اهدافها من المعركة وبعدها سلمت غزة لقوات عربية مشتركة من دول الاعتدال دي فده معناه ان الدول دي هتلاقي نفسها لبسة في الاشراف على غزة المدمرة بسبب العدوان ودي الوحدة بقى كارثة تانية خالص ده غير ان القوات دي هتكون جزء من الصراع بين الفصائل الفلسطينية وبين سلطة ابو مازل في المقابل لو الحرب الحالية خلصت بانتصار المقاومة ايران هي اللي هتقش كل المكاسب بسبب دعمها للمقاومة وما حدش هتطلب منها اي حاجة سواء في اعادة اعمار غزة او غيره لان الانظار هتتوجه ساعتها للعرب اللي المفروض يعملوا اللي عليهم تجاه خطف خلاصة التفاصيل اللي فاتت دي اولا ان رحلة دول الاعتدال العربي كلها خسارة وهزايم رغم كل التنازلات والقلع اللي قدموه بيقدموه وان فيه تمن للخسارة والهزايم دي لازم هيتدفع لان الدول دي بانت سياساتها على اساس غلط من الاول الاساس هو انها مسنودة من الاول على امريكا واسرائيل اللي هم الخصم او الطرف اللي دايما عاوز ياخد كل حاجة من غير ما يقدم اي حاجة والهم من ده ان ما فيه السياسة بتتبانى على فكرة كل ما تتزنى ايه لا ما فيه سياسة بتتبانى على التنازلات والغريب ان دول الاعتدال العربي دي ما بتتعلمش من كل هزيمة او خسارة بتتعرض دي عشان كلا لو الدول دي حبت تنقذ نفسها وسمعتها ما قدمهاش غير انها تغير منهجها وتنقل ارهانها على حق الشعب الفلسطيني مش على الاحتلال وامريكا ونشوفكو على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة